يا مساء الفل او صباح الفل على حسب انت بتتفرج علي امتا وايه الكل منتظر الصفقة الاجنبية الخامسة في صفوف الاهلي كلنا عاديين مشتنيين مين اللعيب الخامس لعيب افريقي لعيب برازيلي لعيب من تايوان اي حاجة المهم ان احنا عايزين المهاجم الخامس او اللعب الخامس عشان نعرف ونرتاح مين هو الاجنبي الخامس في صفوف الاهلي خلال الساعات الاخيرة انتشرت اخبار كتير حوالين ان اللاعب الاجنبي القادم في صفوف الاهلي هو لاعب برازيلي او مهاجم برازيلي طيب مين اللي طلع الكلام ده واحد يعني من جوه المنظومة الاعلامية للنادي الاهلي وهو ابراهيم المينيسي اللي طلع تكلم وقال ان خلال ايام الاهلي هيتعاقد مع مهاجم برازيلي في نفس الوقت كله بقى قاعد يدعبس ويشوف مين المهاجم ده لقينا ان في لاعب برازيلي عمل فلو الاكاونت الاهلي على انستجرام بفكاكة المصريين قلنا يبقى اكيد اللاعب ده هو اللي فيه كلام عنه دلوقتي او فيه مفاوضات انه هو ييجي الاهلي فانا جبت اللاعب ده وتفرجت عليه وشوفت ارقامه ودرست كل حاجة عنه عشان اطلع النهاردة اتكلم عن اللاعب بسولي مهاجم افاي البرازيلي صاحب اللي 24 سنة اللي فيه كلام انه هو خلاص قرب بقوة انه هو ينضم لي صفوف الاهلي لو بسولي جي الاهلي يبقى الحمد لله ربنا كرمنا والفكاكة بتاعتنا نجحت لو بسولي مجاش يبقى يعني اجتهاد واشاعة وما طلعتش صح عادي جدا فلو انت ما اتفرج عليها اما سبسكرايب ولايك وشير وقفتح جرس تنبيهات تعالوا بقى نتكلم عن من هو بسولي المهاجم البرازيلي اللي قرب من صفوف الاهلي ارقامه ومميزاته وعمل ايه كل حاجة عنه اتعرفها بحلقة النهاردة الاخ بسولي هو طبعا اسمه السنائي حاجة بسولي بس الاسم الاولاني تقيل شوية او نطقه صعب شوية فانا بصراحة مش هنطقه فهو بالنسبة لي بسولي بسولي مهاجم فريق افاي البرازيلي طبعا الراجل يعني عنده 24 سنة وقمته التسويقية على موقع ترانسفير ماركت تلاتة ونص مليون يورو الله اعلم الاهلي هيجيبه بكام هيجيبه بتاتة ونص اربعة رقم اقل من كده ولكن ده الرقم اللي موجود على موقع ترانسفير ماركت طيب فريق افاي الفريق ده بيحتل المركز السبعتاشر في الدوري البرازيلي حاليا لسه الدوري شغال مكمل الدوريات بتاعت امريكا الجنوبية بتكمل لحد شهر 11 او 12 فهم حاليا في المركز السبعتاشر من اصل 20 فريق واخر اربع فرق بينزلوا لدوري الدرجة التانية يعني السبعتاشر والتمنتاشر والتسعتاشر والعشرين الاربعة هينزلوا دوري الدرجة التانية وهو عمتا ده مش فريقه الرئيسي يعني هو معار من فريق اتليكو بارانانسي البرازيلي وده طريبا دلوقتي بيحتل المركز السادس في الدوري البرازيلي وهو معار السنادي لفريق افاي اللي بيلعب في المركز السبعتاشر بسولي مركزه الاساسي مهاجم هو الراجل مهاجم صريح بيلبس في فريقه رقم 77 واحيانا بيلعب مهاجم طرف اربعة تلات تلاتة لكن اغلب الماتشاط او 95% من الماتشاط اللي لعبها السنة دي لعب في مركز المهاجم الصريح تمام كده تمام كده طيب بسولي هو تالت هداف الدوري البرازيلي حاليا برصيد 13 هدف الاتنين اللي فوقيه جايبين قد بعض 15 جون واحد بيلعب فريق فلومنينسي اسمه جيريمان كانو واللعيب التاني اسمه بيدرو راول بيلعب فريق جويس فريق بسولي اللي هو افاي مسجل السنة دي في الدوري 26 هدف بسولي مسجل منهم 13 هدف يعني مسجل 50% من اهداف الفرق ال13 هدف اللي مسجلهم بسولي منهم 8 ضربات جزاء ايوة 8 ضربات جزاء مسجلهم بسولي السنة دي مع فريق افاي وخمس اهداف بس مسجلهم من لعبة مفتوح طبعا يعني رقم كبير جدا ضربات جزاء كتيرة ومسجلها والناس تقولك بقى دي عزيزو الجديد ولكن ارقامه بتقول كده وهي دي ارقام الراجل الراجل مسجل 8 اهداف من 13 ضربات جزاء الخمس اهداف اللي سجلهم فيه جون منه واحد بس لعبه ودماغه وجون من على حدود 18 من تزديدة والتلات اهداف الباقيين كلهم من جوا 18 وكلهم بيمينوا مفيش اي هدف بشماله يعني الراجل لعب 25 ماتش في الدوري السنة دي مع فريق افاي سجل 13 وما صنعش ولا هدف ويعني منهم 8 اهداف من ضربات جزاء لعب 6 ماتشات في الكاس صنع فيهم هدف واحد بس دي كده ارقام الراجل السنة دي زي ما اتفقنا بسولي معارب من فريق اتلات كوبرناينسي البرازيلي السنة اللي فاتت موسم 2021 طلعوا اعارة في اول الموسم لدوري الدرجة التانية البرازيلي لفريق اسمه كوروزيرو وطبعا لعب معاهم تقريبا 6 شهور لعب فيهم تقريبا 11 ماتش سجل جون واحد وصنع جون طبعا يعني رقم قليل جدا بعديها رجع وكمل الموسم مع فريقه الاصلي اللي هو اتلات كوبرناينسي لعب معاهم بقى 27 ماتش سجل 6 وصنع واحد الكلام ده الموسم اللي فات موسم 2021 موسم بعد 19-20 كان برضو موجوب مع اتلات كوبرناينسي لعب معاهم 22 ماتش سجل 3 وصنع واحد وقبل ما يروح فريق اتلات كوبرناينسي كان من ناشئين فريق ساوبولو الشهير طبعا دي كده ارقام بيسولي المرشح ان هو يجي الاهلي طيب انا اتفرقت يعني على اهداف اللاعب اللي هو سجله اهدافه مش كتير طبعا واتفرقت على هايلايتس كتير اقوي السنة دي ليه ماتشاته انا بصراحة مشوفتلوش اي لقاحات مبهرة يعني ده معروف ان اللاعب البرازيلي بيرقص مهاري عنده لمحة يعني كل المحصات اللي انا شفتها او الهايلايتس اللي انا شفتها حوالي بتاع خمس او ست سبع هايلايتس الماتشات كتير يعني اول تقريبا مش بيلمس الكورة خالص من اللي انا شفته او مفرقتش على الماتشات كاملة لكن شفت هايلايتس الراجل مش باين ان هو عنده مهارة يعني اه في نفس الوقت فرقته مش بتوصل للجون كتير لانه طبعا فرقة صغيرة في البرازيل فاغلب الوقت هما اللي بيستابلوا اللعب ومعظم اهدافهم كلها ضربات جزاء فالرجل حتى كمان مش ظاهر حتى في هايلايتس بشفتولوش حتى وهو بيضيع كور عالجون يعني مثلا فالهايلايتس طبيعا ان انت بيشوف ابرز الفرص اللي ميودة في الماتش من الفرق اتين لا دايما بيشوف انه هو يعني اصلا ما بتجيليش اي فرص قدامك جون في الهايلايتس واللي جون اللي بيسجلها من دروات جزاء في جون او اتنين من الخمسة حلوين شوية نوعا ما ولكن انا برضو مش قادر احكم عليه من الهايلايتس مش هينفع يعني احكم عليه من الهايلايتس ولا حتى كمان من ماتش او اتنين كاملين لازم يكون متابع على مدار الموسم ده والموسم اللي فات هل الأهلي هيجيبه عشان هو الثالث هداف الدوري هل لو فعلا جاه بـ 3.5 مليون دولار أو يورو الرقم ده أنا شايفه رقم كبير قوي على الأرقام اللي هو عاملها أرقام قليلة جدا بصراحة وحتى كمان برضو إمكانياته ما شفتش حاجة مبهرة بصراحة في الفيديوهات برضو زي ما قلت فيديوهات ما بتعبرش عن كل حاجة ولكن هي مؤشر من ضمن المؤشرات فأنا مش عارف بصراحة هل بسولي هو المهاجم الجديد الأهلي وهل هو اللي هيبقى يعني الحل لللغز اللي عندنا في موضوع المهاجمين خلي بالكو برضو يا جماعة هو عنده مشكلة شبيهة للمشاكل إحنا كنا بنشتيك منها قبل كده أنه هو لاعب يلعب في فريق صغير في البرازيل دايماً قدامه مساحات في الملعب ما بيلعبش قدامه من فرق بتدافع كلها وبالتالي عنده مساحات وبرغم كده هو مسجل تمن أهداف من ضربات جازهاء وبرغم كده أنا ما شفتلوش في هايلايتس يعني هجمات هو بيروح فيها عجون أو زي بيستلم أو بيرقص أو بتاع ما شفتش أي لمحات خالص يعني بصراحة فيعني فكرة أنه هو بيلعب في فرقة صغيرة فمتعود على مساحات دي برضو مختلفة تماماً عن ده لأنه هو هيجي عندنا هيبقى بيلعب قدام فرقة كلها بتلعب بتكتر وبرضو هو في ضربات الرأس مش أحسن حاجة اللعيب هو مش هضر يعني بيتعامل براسه عاجز زي أي حد ولكن هو مش هضر في نفس الوقت ثلاثة ونصف مليون دولار أو يورو كتير قوي ما عارفش هو يخلص بالكهام وله هو أصلاً هيجي وألأة ولكن دي كده كل المعلومات الموجودة أو اللي أنا وصلت لها عن بيسولي هل المسؤولين في الأهلي اتفرجوا عليه كتير وقارون هما يضموه ممكن تكون أرقام ضعيفة لكن يجي ينفجر معانا ممكن لكن بصراحة أنا الآن من الصفقة دي زي أنا برضو كده الآن من صفقة برونيسافيو وأنا عمتاً بصراحة بقلق من صفقات اللعيبة البرازيليين أو العيبة الأمريكا الجنوبية الناس دي كلها بدوروا على فلوس هيجوا هنا هياخدوا فلوس حلوة هيرياحوا بقى ويسهروا وبتاع وما يركزوش في الملعب فأنا بصراحة خايف لو الصفقة دي جات مع برونيسافيو لو عملنا صفقتين من برازيل ريسك كبير جداً هييدرب معانا واللعيبة دي تكسر الدنيا يا إما هيبقوا زي كده جيل بيرسون وكاستيلو واللعيبة ما عندهمش أي فكرة عن الكرة خليها نشوف برضو إيه اللي هيحصل وهل الرجل ده هييجي ولا أ دي يا جماعة كانت حلقة النهاردة يتكلمنا فيها عن بيسولي وأرقامه وكده الحاجات اللي أنا شفت هاله وكده وشكله عامل إسجاي خليها نشوف الأهل يعني عنه بشكل رسمي ولا هيبقى بيسواحنا مع اللاعب ده ويكون هو بيخلص مع اللاعب تاني لو أنتم ما تفرج عليها ام سبسكرايب ولايك وشير وفتاكرة في تنبيهات أشوفكم الحال اللي قاية سلام